موسيقى 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 اللي تعني تعنى بإنشاء لجنة خاصة وهي اللجنة الخاصة اللي هي بدا تكون عم تشرف على تطبيق الكابت الكنترول وهون بيت الأصيد مين هي اللجنة مين بيكون مشرف عليها وكيف بيكون دورة لها اللجنة تمروح لبعيد ما في قرار هيدا القرار بيتاخد بالمجلس النيابي من الزملاء النواب وفي اقتراحات مختلفة ونحن منفتحين على كل النقاشات ومتل ما قلت بالماضي برجع بقول دوري أنا إدارة الجلسات أنا مني عم هون لأفرض وجهة نظر فريق على فريق آخر هيدا الشي بيصير بالطريقة اللي لازم يصير فيها بالنقاش بين النواب والأكترية بيكون عندهم خيار لتعريف وتشكيل اللجنة وتشكيل هيك لجنة بدي أبلش بكلمة للمودعين وأنا دايما أقول أنا واحد منهم وأنا بعني لما أقول واحد منهم لأنه أنا أحد المودعين اللي إذا بدوا ينعمل لجان للمودعين تحكي بإسمهم يمكن أنا أحد أبرز أعضاء لأنه أنا من المودعين اللي ما عندي علاقات لا بتحويل مصاري للخارج ولا بقروض مأخودة ولا بأي شكل من الأشكال أنا بعرف شو هي صرخة المودعين الحقيقي فيه مودعين كتير اليوم عم بيستم تضليلهم كابتال كونترول هو اللي ضرب حقوق المودعين بدي يطمنوا أنه أقولوا أنه إحنا وجودنا هون اليوم لينعمل كابتال كونترول معدل متل ما منلقيه مناسب ليحمي حقوق المودعين وليس العكس عدم وجود كابتال كونترول معناتها فيه استنسبية بالتحويل اللي عم بتصير للخارج وما حدا يقول فيه غير هيك الكابتال كونترول اليوم بنظم بنظم التحويل إلى الخارج لأنه إذا صارت بشكل استنسبي ما منعرف مين بيستفيد ومين ما بيستفيد السواد الأعظم من الشعب اللبناني غير مستفيد نحنا إذا عملنا كابتال كونترول بيصير فيه من يحاكم إذا اشتغل خارج القانون مشان هيك فيه أهمية لإقرار هكذا قانون ولكن مش أي قانون هيدا القانون مثل ما قلت بده يكون مدروس ليحمي مظبوط حقيقة الموديعين ويعمل عدالة بطريقة التصرف بالتحويل إلى الخارج رغم كلنا بنعرف أنه ما تبقى من الأموال الموجودة اليوم حاليا صار عليه علمات استفهام أنه كيف بعد بنا نحول للخارج فيه كتير طرق للتحويل إلى الخارج وإذا القانون بيسمح للتحويل وبيحدد شو هي الأمور اللي فينا نحول منها إلى الخارج بالتالي للموديعين للموديعين الحقيقيين بإلهم نحن رح نشتغل وكل الزمل النواب اللي سمعت منهم اليوم جوا واللي سمعنا منهم بالماضي مصرين على أنه ينعمل كابتال كونترول ما يضرب حقوق الموديعين نعم في بعض أجهات متضررة من الكابتال كونترول وما فينا نعمل بالمطلق يعني مش إذا قلنا المصارف ضد الكابتال كونترول يعني كل المصارف ضد الكابتال كونترول ولا إذا قلنا بعض من الأشخاص الموديعين بيعتبروا ضد الكابتال كونترول يعني كل الموديعين ضد الكابتال كونترول رح يندرس هذا القانون لو يحفظ حقوق الموديعين بالدرجة الأولى ولا يحط حدود للمصارف اللي هي عندها صلاح عندها أحقية بتحويل الأموال إلى الخارج اليوم قانونا ما حدا بيمنعه بس بتصير بطريقة استنسبية وهون الضرر وبالتالي البعض اللي عم بيحرك من يدعي تمثيل المودعين خليه يجي نقشنا نحن من المودعين واللي عم بيدفع ببعض الجمعيات ده تنزل تطلق صرخة ما لأسباب معروفة صارت من جهات معروفة صارت منقلهم إذا كنتوا حقيقة عم بتشاركوا معهم بهذا الهم هم تكون هو همنا وإذا انتوا مدفوعين لتأثروا على رأينا هيدا الشي ما بقى يقدمه ما بقى ياخير لأنه نحن مجروحين مثلنا مثلكون ورح منكون عم نشتغل لحفظ حقوق المودعين بالدرجة الأولى وما رح تسمعوا من ولا حدا من الزملاء عكس ذلك أما للجلسة اللي انتهينا منها اليوم بنهاية الجلسة تواصلت مع دولة الرئيس نبيه بري وطلبت من دولة الرئيس لأنه مثل ما بتعرفه بالنظام الداخلي دولة الرئيس هو من يدعي من يدعو إلى جلسات النقاش بالليجين المشترك وطلبت أنه نقدر نعين جلسة لنكفي النقاش الأسبوع القادم فدغري سبقني وقال لي ليش ما بتعمله اليوم الأربعة نهار الأربعة مسائبي فيه ليجين أخرى موجودة بالتالي تفقنا مع دولة الرئيس بري أنه الأسبوع القادم رح نعمل نهارين نهار الثلاثة ونهار الأربعة بيكون في عنا ليجين مشتركة لنستكمل النقاش بأنون الكابتال كونترول مشان هيك اللي معول أنه نحن رح نتعب ورح نوقف النقاش منقله إن شاء الله بياخد جمعة جمعتين ثلاثة بدنا نوصل لنتيجة سلبا أو إيجابا بحيالة مادة من المواد منصححها منظبطها منغيرها ولكن النقاش بده يستمر وهيدا الموضوع نرجع منقول الحكومة هي اللي قدمته مشروع قانون إجاب للحكومة رح منناقش الحكومة بهيدا الموضوع وفي شيء كمان مهم بعض الزملاء طرحوا اليوم أنه في بعض من عمل على هذا القانون فينا نرجع نستعين فيهن من قانونيين أو غير قانونيين والبعض قال ليش ما منجيب من يمثل مصرف لبنان إذا الحاكم ما بده يحضر يجي حدا تاني من مصرف لبنان لحتى يترجم أو لحتى يشرح لنا بعض هذه البنود الموجودة كان جوابي واضح وصريح نحن غير معنيين بشو بده مين بده يبعط مصرف لبنان نحن اللي بعث لنا هيدا القانون هي الحكومة نحن رح نتوجه للحكومة من ترتقي الحكومة مناسب أنه يجي من قانونيين مع دولة رئيس نائب مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين خلي يبعطوا لنا إياهن لحتى نستوضح منهم على الأمور اللي لازم نستوضحها واللي فيها تعريف قانونية بحبوا يجيبوا قانوني من مصرف لبنان قانوني من وزارة المال هذا الشي يعني الحكومة نحن معنيين بالطلب من الحكومة أنه تجي تناقش هيدا القانون اللي بعثت لنا إياه الحكومة بمشروع قانون هيدا كمان واحدة من النقاط اللي ناقشناها على عمل الأسبوع القادم مثل ما قلت نفوت بالنقاش ونبلش مباشرة بالأموال الجديدة ووراها دغري المادة الثلاثة اللي هي بتحكي عن اللجنة لأنه هيدا صلب الموضوع هيدا اللجنة حقيقة هي اللي بتخلينا نوثق ولا ما نوثق بالقانون لما يصدر ولما يصدر هيدا القانون مش رح يصدر من اللجان المشتركة طبعا بده أرجع أكد وقول مثل ما اتفقنا آخر مرة بده يروع على الهيئة العامة وقبل ما يكون نطرح بالهيئة العامة منتأمل أنه يكون صار في عنا كمان قانون إعادة هيكلة المصارف نوقش باللجان المشتركة واتحول إلى الهيئة العامة ليكونوا مطروحين كلهم بالهيئة العامة وما يعود حدا يقول أنه بدنا نوقف النقاش بهيدا القانون لنمشي على قانون آخر هيك بتكون الصورة صارت واضحة بالهيئة العامة على أمل هذا الشيء سير بأسرع وقت ممكن لأنه في ناس بتقول الآيام أف ضرورة وفي ناس بتقول الآيام أف مش ضرورة أنا اللي بدي أقلكن يا الآيام أف اليوم بشروطنا اللبنانية نعم ضرورة ولكن نحن ما حدا بيفرض علينا شروط لأنه حتى المعنيين بالآيام أف لما تناقشيهم ويتناقش معهم أي مقترح بيأخذوا وبيعطوا بيشوفوا شو ضرورة ومصلحة وسيادة البلد اللي هني عم يشتغلوا فيه بالتالي نحن ما منروح بالمطلق مع أي شيء بيجينا من جهة الآيام أف ولكن على استعداد لمنقشتهم لنعدل اللي لازم يتعدل ليكون مقتنع المجلس النيابي مع حاله والأعضاء مقتنعين مع زملائهم أنه هذا الشيء الأفضل اللي لازم ينعمل للبنان ويعطيكم ألف عافية راح نبلش من اليمين الفقرة أصدك لا نحن عطينا اقتراحين عليها واحد من الاقتراحات هو تعليقها لحتى الناقش المادة 4 أو 5 بعتقد 5 المادة الخامسة لأنه هذا المحل المذكور الوحيد في منصة صيرفة وهي بتحكي بالحقيقة على كيف بدنا نعتمد نحن سعر الصرف اللي بده على أساسه يتطبق هيدا العنون الزميل جورج عدوان حكي عنه يكون سعر الصرف فعلي وأنا بعتقد الكل وافأوا الرأي سعر الصرف فعلي مش يكون المودع إذا حاطت مصرياته على سعر معين نجي نعطيههم على صيرفة بركي صيرفة دربط له هيركات 50% نحن ما رح نقبل بهيدا الموضوع مشان هيك لنا لما نوصل على نقعة شهيد المادة علقناه ممكن نلغي كليا موضوع تعريف تعريف منصة صيرفة ممكن نكتفي بكلمة السعر الفعلي بس بدنا نلاقي طريقة لأنه حتى إذا بدنا نحكي السعر الفعلي بدنا نشوف مين اللي بيحدد السعر الفعلي مشان هيك قلنا النقاش بيصير لما نناقش بالمادة خامسة تفضلي لأي حدا يكون في ناس ضد القانون شو عم نخفي عليكم لأنه في ناس ضد اقرار قانون كابتل كنترول المجلس النيابي هون لحد هلأ كل الأعضاء الزمل الموجودين عم بيناقشوا بالتالي إذا كان حدا عنده نواية أنه ما بده يناقشوا ما رح هيدا اللي قلت أنا ما رح نمل بدنا نضل الناقش ويأتوا نقاش شغالوا ماشي في ناس اقترحوا واقفل النقاش فيه واذهب إلى الحكومة بشيء آخر ولكن هيدا الاقتراح ما أخد أكترية ما مشي بالتالي حنقشوا يعطيكم ألف عافية شكرا